وسهل خير على أحلى جمهور في الدنيا وسهل خير على كل الأهلوية في كل مكان حلقة جديدة من برنامج السادسة النهاردة خلاص يوم مهم جدا يوم مباراة العودة الأهلي والوداد نصف نهاء دوري أبطال أفريقيا وبالرغم من النتيجة الإيجابية اللي حقناها في مباراة الزهاب إلا أن الأهلي بيدخل النهاردة المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز كل اللعيبة الجهاز الفني كله مركز جدا ومدرك أهمية المباراة دي وده ما بنش بس من خلال التصريحات للعيبة والجهاز الفني من ساعة مباراة الزهاب ولكن كمان في التدريبات وقد إيه اللعيبة مركزة والرجوع للتدريب على طول يوم الثلاث والأربع والدخول في معسكر مغلب وإحنا كلنا ثقة أن لعبتنا كلها تركيز وعندها الخبرة الكفاية لتبقى عارفة قد إيه البطولة مهمة وإنه ما كانش بس ماتش مهم لأ إحنا عندنا الهدف الأول والأخير هو بطول الدوري أبطال أفريقيا وفي إذن الله إن شاء الله يكون الفوز من نصبنا النهاردة مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير سارة ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي اللي بعتقد أن كلهم بيبصوا على النهاردة أنه يوم للمتعة ماتش للتاريخ نتكلم عن أريحية نتكلم وليه لأ؟ وإحنا الحقيقة فرقتنا عاملة سيزن أكتر من رائع بالأرقام وبالإحصائيات نتكلم على أفضلية برضو ليه لأ؟ وإحنا عاملين نتيجة أكتر من إيجابية حقا الفريق بالفوز على الودات في ملعبه 2-0 نتكلم على روح معنوية في عينان السماء برضو ليه لأ؟ لأن إحنا مقربين جدا إن شاء الله بإذن الله من نهاء دوري الأبطال لكن ده ما يخلناش أبدا 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 ننسى أن الكورة ما فيهاش مستحيل وإنه الكلام عن أفضلية الملعب ما بقتش موجودة خصوصا في النسخة الحالية من دوري الأبطال وأعتقد زي ما قلت لحضراتكم بدل ما نسميها مباراة زهاب مباراة إياب أنا بعتقد أنها مباراة من شوطين شوط أول خلص فيه المغرب بنتيجة تتنصف وشوط تاني تتساوى فيه الفرص للفرقتين حتى ولو كان الماتش بيتلاقي في القاهرة وخليك دايما فاكر خليك دايما فاكر أن فرقة الوداد واحدة من أقوى وأجمد فرق أفريقيا وليه لأ؟ وهي بس في آخر ثلاث نسخ قدرت توصل لاثنين فاينال وتكسب واحدة منه عشان كده لابد أن نقدر فريق الوداد وندي له حجمه وحقه الحقيقي والطبيعي وده إن شاء الله بإذن الله يكون أول طريق الفوز وتحقيق المكسب فيه ماتش مهم جدا ونوصل للمباراة المنتظرة المباراة الأهم إن شاء الله بإذن الله يكون موجودين كطرف فيها في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لا لا والأهلي يوصل للنهائي وكسب مباراة النهاردة تكون المرة التلاتاشر في تاريخه اللي يوصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ودايما يعني يا أحمد مباريات الأهلي مع الأندية المغربية بتبقى بتتسم يعني بالحماسة والحماس والإصارة وخصوصا طبعا نادي الوداد اللي من أكتر الفرق اللي وجهت النادي الأهلي طبعا في دوري أبطال أفريقيا اللعيبة عندها خبرة كبيرة قوي وطبعا إحنا بنتمنى إن شاء الله أن النادي الأهلي كلها ثقة النهاردة في اللعيبة إن هم إن شاء الله يقدروا يمشوا رتم المباراة زيما هم عايزينه ويمتصوا كده حماس لعيبة الوداد من الأول يعني نتمنى إن شاء الله نشوف مطش ممتع من لعبتنا أنا بتهيأ لي أنه فرقة النادي الأهلي النهاردة على موعد مع لقاء تقدم فيه متعة لجماهير النادي الأهلي ما عندناش معتقدش من سنين طويلة جدا ما دخلناش في مطش قبل نهائي في عود مبارات عودة على وجه التحديد بفكرة الأريحية دايما كان بيبقى فيه توتر دايما كان بيبقى فيه ضغط عصبي وبالتأكيد ده كان بيبقى ليه تأثيره على مستوى اللعيبة في الملعب لكن النهاردة ما عندناش ده وده بيتهيأ لي يساعد اللعيبة أكتر إنها تركز في إنها تمتع جماهيرها وتحقق نتيجة إيجابية في مبارات النهاردة بصرف النظر عما تحقق في مبارات الوداد في جزئها الأول خلينا نروح لفصل مع حضراتكم ونرجع نتابع أخبار فرقتنا النهاردة برحب بحضراتكم مرة ثانية خليني كده روح مع حضراتكم لتاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي اللي تقابلوا في مناسبات كتير جدا لحد ما أصبح الوداد أكتر الفرق المغربية اللي واجهت طبعا النادي الأهلي نادي القرن والبطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا زي ما قلت لحضراتكم أبرز أرقام مواجهات الأهلي مع الوداد المغربي إن مواجهة النهاردة بين الأهلي والوداد هي رقم عشرة بعد ما قبل كده تلعبوا أو لطقوا الفريقين في تسع مواجهات وجدت كل مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا الأهلي قدر إنه يحقق الفوز في ثلاث مباريات وكان التعادل حاضر في أربع مباريات ولكن خسر النادي الأهلي في مباراتين بس مباراة واحدة انتهت بنتيجة التعادل الاستلبي بين الفريقين من أصل أربع تعدلات وانتهت مباراة بنتيجة تلاتة تلاتة ومواجهتين كانوا نتيجة واحد واحد لعيبة النادي الأهلي نجحوا في أن هم يزوروا الشباك الوداد المغربي في عشر مناسبات وكان عماد متعب طبعا مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الفريق في الشباك الوداد وكان طبعا علي معلول زهير أيسر الفريق صاحب آخر الأهداف في مواجهة الزهاب الأسبوع الماضي مؤمن زكريا بيعتبر هداف الأهلي في مواجهات الوداد بعد ما تمكن من تسجيل هدفين لجانب تمن لعيبة من الأهلي يسجلوا في مرمى الوداد الحقيقة يمكن يعني نحن نتكلم على اختلافات وأنا يهمني جدا نركز مع حضراتكم نهاردة فيه إيه الفرق بين ماطش الأهلي والوداد اللي تابعناه وشوفناه من أسبوعين والنجح الأهلي أنه هو يحسمه بفريق هدفين يكسب 2-0 على ملعب الوداد والفرق بين ماطش النهاردة الحقيقة فيه فروق كتيرة جدا لو اتكلمنا فيها خلينا نتوقع أو نشوف الطريقة أو الاسلوب اللي هيخد بيه ميجال جاموندي الموديل الفني لفرقة الوداد الماطش وكمان نظرة اللعيبة نفسها لأنه خدوا بالحضراتكم أنتوا بتلعبوا فريق كبير من الصغاية يعني جماهير النادي الأهلي طبعا واحد من أكبر الأندية فيه العالم أنا مش ببالغ ومش بتحيز لما أقول كده ولكن أيضا فريق الوداد واحد من أكبر الأندية الموجودة فيه القرى الأفريقية وانا قلت لحضراتكم خصوصا في السنوات الأخيرة الجيل الحالي من لعابة الوداد يعتبروا جيل ذهبي يعني يقدروا يوصلوا أو ينقلوا الفريق بشكل كبير جدا نقلة نوعية وزي ما قلت لحضراتكم وصلين مع الأهلي كانوا أبطال دوري الأبطال في 2017 وصلوا السنة اللي فاتت وخرجوا طبعا في مشكلة أو في يعني دايلاما كده حصلت في مطش الترجي عشان كده بقول لحضراتكم والسنة دي فريق متأهل قبل النهاية وبالتالي احنا نتكلم على فريق طبيعي جدا يكون أو نسميه واحد من أكبر فرق القرى فلما تجرحه في كبرياءه دا بيبقى ليه رد فعل يعني لما تيجي تقابله في بطولة مهمة جدا وهو لسه خارج من أو يعني خسران بطولة الدوري المحلي وما عندوش أمل ينقذ بيه السيزن بتاعه غير دوري أبطال أفريقيا فتروح انت على ملعبه واخده 2-0 كده دا الحقيقة جرح كبير جدا بعيدا مع الحسابات الفنية والطرق وطريقة اللعب واسلوب اللعب والتشكيل أنا بتهيالي انه في جوه كل لعيب هينزل النهاردة في 11 أساسيين حافظ شخصي انه يرد اعتباره الجزء الثاني ميجيل جاموندي وهتكلم على ميجيل جاموندي بس بعدما نروح لمحل أو فندق قامت النادي الأهلي المكان طبعا العسكر فيه الفريق لمدة 48 ساعة قبل اللقاء نتعرف على آخر التطورات وآخر أكبار فرقتنا زمنا كريم أحمد موجود داخل مقر الفندق مساء خير يا كريم مساء الخير عليك زميلي أحمق برحب بيك وبرحب بكل جمهور النادي الأهلي أهلا بك يوم المباراة يريد تدينا ملخص ليه أهم معنوينه من أول صبح لغاية يمكن احنا عارفين انه خلاص يعني فيه محاضرة فنية وبعد كده الفرقة تتحرك الملعب إن شاء الله يعني هبدأ معاكم الآخر شوية في المحاضرة الفنية اللي لسه يمكن خلاص انتهت من خمس دقايق بالتحديد كانت محاضرة فنية خمسة ونص لكن كعادة بيتسو مسلماني المحاضرات متوالة شوية لكن الحقيقة حماس كبير وتركيز كبير جدا من لعابة النادي الأهل أنا بدوم صوتي لصوتك كمان مباراة صعبة جدا ويمكن النادي الودادة عنده دوافع كبيرة وعنده رغبة كبيرة يعني هتقربها بلغة كرة القدم لكن مع الجهازات الكبيرة لعابة النادي الأهل اللي احنا شايفينها سوا في تدريب الأخير اللي كان على استادها القايرة ومع المعنوات المرتفعة إن شاء الله ومع التكتك والخطط اللي بيقوم بها بيتسو مسلماني إن شاء الله بإذن الله التسعين دي دي كون من نصيب النادي الأهل الحالة المعنوية لعابة النادي الأهل مرتفعة بشكل كبير في تركيز بحظر يعني ده ده الأمر اللي حابين نتكلم عليه لعابة النادي الأهل عارف أمية هذه المباراة لكن أكيد انت عارف مباراة الزهاب مختلفة بشكل كبير عن مباراة العودة فالتحضير كبير جدا للجهاز الفني وأيضا كمان مع اللعبين نهاردة طبعا بعد واجبة الغداء مباشرة نجتمع لعابة النادي الأهل سواء من مجموعات أو أيضا كمان بشكل فردي أكيدوا على أمية هذه المباراة ممكن بيتسو موسماني كمان على طول بيكلم اللعبة بشكل مستمر دخولنا في المباراة يكون بقوة وبشراسة كبيرة جدا نحسم زي ما حسامنا في مباراة الزهاب ده الأمر المهم جدا عندهم صغرات كبيرة تكلم عليها بيتسو موسماني في المحاضرة الفنية الأخيرة ويمكن الأمر المهم اللي حابين نتكلم عليه أن كل محاضرات بيتسو موسماني حتى المحاضرة الأخيرة بتكون محاضرة فيديو وده أمر مهم جدا يعني كنا متعودين بشكل عام تكون محاضرات بتكون نظري أو بعد تحفيز للعابة النادي الأهل لكن واضح بشكل كبير جدا أن الاسلوب اللي ماشي بيتسو موسماني مفيد جدا لفريق النادي الأهل واللعابة الحمد لله بتستوعب بهذا الأمر إحنا خلاص يعني دعو لك ساعات قليلة بتفصلنا عن التحرك هنا أو نقدر نقول خلاص ساعة سبعة مباشرة لعابة النادي الأهل يتوجهه إلى أستاذ القاهرة اللي إن شاء الله بإذن الله بنتمنى يكون وشه خير علينا ووشه ساعد علينا وعلى جمهور النادي الأهل وبإذن الله النادي الأهل يستطيع أن يفوت بهذه المباراة ويحجز مكان في المباراة النهية كل الأمور الحمد لله زميلة أحمد ماشية بشكل مطمئن جدا للعابة النادي الأهل لعابة الحمد لله جهزة يتبقى بقى علي معلول يعني مش عايزين نحسم أمره إلا لما نكون متواجدين في أرض الملعب لإنه هنتظر التشكيل الرسمي لفريق النادي الأهل لكن بجانب علي معلول أفشة يمكن الحمد لله تطمين عليه وتدرب تدريب ممايز جدا مروام محسن أجاي كل اللعبة اللي كانت بتشتكي خلال الآخر موضوع من أي إجهادات أو كده تطمين عليها بشكل كبير يتبقى بس موقف علي معلول اللي إن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون متواجد في التشكيلة الأساسية نقدر نقول يا كريم إنه من قراءتك كده اللغة الجسد للعيبة إنه التركيز هو المسيطرة هو الحالة المعنوية المسيطرة على اللعيبة النهاردة قبل المباراة بالتأكيد أسارة طبعا يعني ده اللي حابين لكل جمهور النادي الأهل هذا الأمر اللعيبة مركزة بشكل كبير جدا عرفة الأهمية وعرفة أن التسعين ديها فاصلة كان أكدت أكتر مرة أن مئات المليئين من جمهور النادي الأهل منتظرة هدية المباراة عايزة لعب بجدية ولعب برجولة التوفيط ربنا سبحانه وتعالى لكن مع الحالة اللي احنا شافنا مع لعيبة النادي الأهل في فنده لقامة ودي سيمة لعيبة النادي الأهل في المباراة الكبيرة التركيز بيكون أقوى والحافز بيكون أكبر والرغبة بيكون أكتر ده اللي احنا طلبينه من لعيبة النادي الأهل نعمل علينا ولعيبة النادي الأهل يتعمل عليها ويبقى التوفيق إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وسيقاطنا كبيرة في ربنا إن شاء الله إن هو يوفق العيبة النادي الآلي ويوفق الجهاز الفني إن شاء الله في التشكيل الأمثل اللي يخود بها دي المباراة طيب أنا كريم عايز أعرف منك بشكل عاي مش بتكلم بس على المعسكر ده أنا بتكلم على طريق موسيماني يعني خصوصاً في بقى فيه معسكرات مغلاقة قبل المطشاط سواء كان ده بيحصل في الدولة المحلة أو في بطولة دولة الأبطال الراجل بيشتغل إزاي في المعسكرات ولو قدرت إنك إنت تستشف منهجه أو طريقته أو أسلوبه في إدارة الفريق مش بس بكلم على الإدارة الفنية لكن إدارة الفريق بشكل عام يعني قدر أقول لك زميلي أحمد اللي أنا لمسه في المباراة الأخيرة كمان مباراة اللي ده ده تحديداً يعني لعابة النادي الآلي قدر يوصلها سريعاً وده من كلام اللعيبة يعني أما بيكون فيه جمل تكتكية وبيكون فيه شغل فني في الملعب ده أكيب بيكون أمر للمدير الفني بيكون مميز لعابة النادي الآلي نادي كبير لكن الأمر النفسي والجانب النفسي وتهيئة اللعبين ده أمر مهم جداً الراجل حقيقة مميز جداً في هذا الأمر الراجل عامل شكل مع فريق النادي الآلي خارج المستطيل الأخضر لعيبة بتحبه بشكل كبير على طول بتتكلم معه بيشتغل مع لعيبة بشكل فردي الجانب النفسي انت عارف زميلي أحمد جانب مهم جداً للعيبة لأنه مجدد الرغبة بشكل مستمر في كل المباريات ومع الضغط الكبير اللي احنا بنشوفه مع لعابة النادي الآلي ده أمر يحسب للجازة الفني تحديداً ليه بيتسو مسماني الراجل كمان قراءاته الفنية للمنافسين بيحاولوا أنه بشكل مستمر يخلي اللعيبة تتفرج على فيديوهات بيتفرج على نقاط القوة وضعف كل اللعيب مهامه إيه انت تنفذ هنا في الحتة دي انت ترجع هنا الأمر ده يمكن مهم جداً مع اللعيبة وده أنا بقولك دي من حديث اللعيبة مش قراءة بس ليا لا ده يمكن اللعيبة بتتكلم معنا في هذا الأمر الراجل الحقيقة يمكن قام بدور كبير في وقته قلال جداً عندنا أمل كبير جداً فيه إن شاء الله بإذن الله مع استمرارة تلواتي نحن نشوف أكتر من كده كمان مع بيتسو مسماني ومع التوليفة المميزة جداً اللي إن شاء الله بإذن الله بطولة التسعة إن شاء الله يكون في دولات بطولات النادي الأهلي مع الحماس الكبير والجدية والإصرار وشخصية النادي الأهلي اللي بتتمنى النهاردة تكون من أول ديها لآخر ديها وبإذن الله دعواتك بقى زميلي أحمد ودعوات سارة ودعوات كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله نهاردة تكون المورا من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بشكرك شكراً جزيلاً زماننا كريم أحمد من داخل فندق إقامة فرقة النادي الأهلي طبعاً في معسكر مغلق استعدادة للماطش الوداد استمر لمدة 48 ساعة وأضيف على كلام كريم يمكن هو بيتكلم على أسلوب مستر موسيماني إنه مهتم جداً بالناحية النفسية ده بشكل عام بيتهيلي في كل رياضاته مع كل فرقة الدنيا لكن مع اللعب المصري كمان يمكن جزئيه دي مهمة شوية إحنا عندنا حتة إنك أنت تبقى مرتبط بالقائد بتاعك أو إنك تبقى عندك إحساس دايماً إنه في قنوات تواصل مفتوحة بينك وبينه وإنه الراجل ده فهمك وبيشتغل عليك بشكل كبير وعايزك تبقى أحسن وامتبع تفاصيل مكانك أو مركزك أو نقاط القوة عندك بيشتغل عليها يطورها إزاي نقاط الضعف عندك إزاي يعالجها ده كله بيخلي اللعيب بتاعنا المصري بشكل عام وأعتقد فيه مطش مهم جداً زي مطش الأهلي ولوداد نهارده كل اللعيب بيشارك بيبقى عايزي طلع أحسن وأقصى قدراتهم عنده خليني بس أرجع كمان صارة للجزئية بتاعة الفروق بين مطش الأول والمطش التاني أو الشوط الأول والشوط التاني وأنا بعتقد أن على مستوى التشكيل طبعاً ما عنديش التشكيل ووداد اللي تم أحطه بسرية تامة لكن أعتقد أنه إحنا نشوف نفس التشكيل اللعب مطش الزهاب باستثناء تغييرين تغييرين بالمناسبة حصلوا في المطش اللي فات أعتقد أنه هابتدوا بشكل أساسي في مركز راس الحربة أو في هجوم الوداد أعتقد أنه الوداد اللي هيلعب النهارده بكازادي كاسونجو هو المهاجم الأساسي أو المهاجم الأصلي اللي نزل على سبيل التغيير في المباراة أو في الجولة الأولى كمان أعتقد كمار قلب دفاع هينزل النهارده وكان واحد من التغييرات اللي لعبت في المطش الأولاني أعتقد أنه هارده هيبدأ في الناحية الدفاعية أو كمساك في خط الدفاع نادي الوداد والأتنين دول خدوا بالحضراتكم أنا بقول حضراتكم الأتنين دول إضافة سواء دفاعا أو هجوما لفرقة الوداد لكن في النهاية أنا بقول إذا كنا بنعمل كده ميزان قوى فرقة النادي الأهلي أتقل في كافة المراكز وفي كافة الأرقام سواء زي ما قلنا لحضراتكم ومش على مدار مواجهة الأهلي الوداد فقط لكن على مدار موسم كامل والله يا أحمد هو برضو اللي مطمن الناس ومطمن الجماهير دايما تصريحات موسماني أنه هو متفاهم مدى صعوبة المباراة دي وأنه فعلا مش معنى أنه احنا قدمنا مباراة كويسة وأداء كويس ونتيجة إيجابية على أرض الوداد في المغرب أنه المطش ده هيكون سهل أو تحصيل حاصل ويعني هو الجملة لما يقول أنه زي ما احنا قدرنا أنه نكسب الوداد على أرضه بهدفين نظيفين الوداد قادر أنه هو يكسبنا على أرضنا بهدفين نظيفين طبعا لقدر الله وان شاء الله ده ما يحصلش أبدا بس التصريح زي ده بيبين قد إيه الراجل فاهم كويس ومدرك كويس قوي أنه المباراة دي مش سهلة أبدا وأن هي صعبة زي مباراة الزهاب زي مباراة النهائي بإذن الله لما نتأهل سواء كنا هنلعب الرجاء أو الزمالك يعني ما فيش ولا مباراة في الورحالة اللي احنا فيها دي فيش ولا مباراة خلاص هتكون سهلة أبدا صحيح ومناسبة للكلام على الفروق كمان لازم نتكلم على ميجيل جاموندي المدير الفني لنادي الوداد يمكن جاموندي يكون شاف الأهلي فيديو لكن ما لعبش الأهلي على الأرض وأنا بيتهيئ لي أن الرجل فوجئ أولا بطريقة اللعب واسلوب اللعب وبالمستوى اللي ظهرت عليه لعبة النادي الأهلي فرقة النادي الأهلي بشكل كامل وفوج بطريقة اللعب اللعب بيها مسلماني مباراة الزهاب وأعتقد زاد الطيم بلا بالنسبة من وجهة نظر ويعني من وجهة نظر جاموندي احنا بالنسبة لنا فيش طيم خالص حصل في المصر أو احنا نتمنى النتيجة دي تتكرر لكن من وجهة نظرهم هو زاد الطيم بلا هو الهدف المبكر اللي سجله أفشا واللي خرج لعبة الوداد برامود المصر ودى للنادي الأهلي أو الفرقة النادي الأهلي أفضلية كسبت من ناحية نفسية وساعدتهم بشكل كبير جدا أنهم يقدوا مباراة خواية بالشكل ده لغاية الدقيقة تسعين وكان ممكن النتيجة على فكرة تبقى تلاتة واربعة لو وفقنا في الفرص اللي أتيحت لنا لكن ميجيل جاموندي النهاردة مختلف ميجيل جاموندي وجهه الأهلي على أرض الملعب في المباراة الأولى وبالتالي قدر يحط إيده بشكل كبير جدا على مفاتيح لعب النادي الأهلي وقدر في خلال الأسبوع يحضر لعبته أو يجهز لعبته على طريقة اللعب اللي من وجهة نظرهم يتمنوا من خلالها إيقاف مفاتيح لعب النادي الأهلي ومحاولة قلب الترابيزة محاولة أنه يدخل بتاكتك معين أو بأسطوب وطريقة لعب معين يحاول يصدر حالة التوتر لفرقة النادي الأهلي يقول النهاردة الأهم هو الشوط الأول والأهم هو الجزء الأول من الشوط الأول لو قدرنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنه إحنا نسجل أنا أعتقد أنه النتيجة حسمة بنسبة 90% لـ 95% ومعتقدش أنه يبقى فيه أي مصدر خطورة أو حالة قلق من نتيجة المباراة بشكل نهائي أو المواجهة بشكل نهائي أتمنى إن شاء الله وأعتقد طبعا مستر مسلماني بالتأكيد أتكلم في ده وأوجه لعبته أنه ربع ساعة أو تلت ساعة الأولى من المتش مهمة جدا كل دقيقة هتعدي هتصب في مصلحة الأفضلية النفسية والارتياحية للنادي الأهلي وتصدر حالة التوتر لفرقة والضغط العصبي طبعا على فرقة الوداة أكيد يا أحمد وفكرة التعامل النفسي لمسيماني مع كل اللعيبة بداية من أول مرة جي فيها من أول مباراة كانت مباراة أمبي وشفنا قد إيه فيه لعيبة متطورة بشكل كبير اللي هو إزاي في ماتش واحد بس شفنا ده ده كان نفسيا تطور نفسي اللعيبة مرتاحة نفسيا للراجل ده عارف يتعامل معهم كويس قوي لما أفش جاب الجون في المباراة وحضنه كل الحاجات دي بتقول قد إيه مسيماني بيلعب عن ناحية النفسية كويس قوي مع اللعيبة وزي ما أحمد قال أنه بالرغم من أن فكرة الناحية النفسية دي مهمة جدا في كل رياضات ومع كل اللعيبة ولكن مع اللاعب المصري خصوصا ده بيبقى فارق قوي ولما نلاقي مدرب عارف يتعامل مش بس فنيا شايفين بصماته واضحة بشكل كبير من وقت قليل إحنا كنا دايما بنسأل إمتى بصماته هتوضح وإمتى هنشوف المدرب ده وإنه الوقت قليل وفيه تزاحم وتلاحم مباريات إمتى هيلحق يحضر للدوري أبطال أفريقيا ولمباراة الوداد ولكن مش بس بصمات فنية كانت بينة واضحة بشكل كبير ولكن كمان نفسيا اللعيبة مرتاحة اللعيبة بتتطور مش بس المستوى الجماعي بيتطور لا فيه لعيبة فردية مستوى فردي بيتطور منهم أفشة منهم يعني لعيبة كتير قوي ولكن الحتة دي بتبقى فرق قوي مع اللعب المصري ومع لعيبة النادي الأهلي طبعا بالتأكيد بالمهم كمان أننا نتكلم على الدعم المعنوي الكبير اللي بيقوم بمجلس إدارة النادي الأهلي واللي يمكن بيترجمه اهتمام كابتن محمود الخطيب أنه هو يسافر مع بأسة الفريق وترقص البأسة في مواجهة الوداد النهاردة كمان إن شاء الله كابتن محمود وعضاء المجلس الإدارة هيكونوا حاضرين مباراة الفريق عشان يقدموا دعم معناوي لفرقة النهاردة وخصوصا طبعا أنه في حرص كبير جدا على نجاح الفريق في مهمته السنة دي وتحقيق حلم النجمة التسعة قبل ما نتكلم هنروح إيه؟ للحكم أنا كنت أقول لنروح لفاصل ونرجع نتكلم على حكم جماز لأنه هو واحد من حكم الحقيقة المميزين ولما تعرفي أنه تولى مسؤولية مباراة الفريق تبيه لحد كبير جدا كنت بتقولي قبل الهوى أن أنت متضمن للحكم لمستوى التحكيم خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على فيكتور جوميز الحكم اللي هتولى إدارة مباراة الأهلي والوداد النهاردة زي ما قلت لحضراتكم الوداد ما عندوش حاجة يخسرها وهيلعب النهاردة من ربدة الكل في الكل أعتقد أنه فرصته الوحيدة في تخطي الأهلي في مهمة تقريبا شبه مستحيلة أنه يحقق الفوز بأكتر من ثلاث أهداف وده شيء وسيناديو يستدعي مخاطرة هجومية وأعتقد خطة خليني أوصفها بالمجنونة خلينا نعرف أكتر وجهة نظر أو طريقة لعب الوداد بوجهة نظر مغربي خلينا ندخل أكتر كما نسمع وجهة نظر مغربي معنا كابتن حسن نظر النجم فريق الوداد وبينفكة البرتغالي منتخب المغرب السابق من وردنا على شاشة قناة الأهلي أهلا مساء الخير خلينا سأل حضرتك كده في البداية يعني شايف أن التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا اتحسم لنادي الأهلي ولا لم يحسن بعد وأن الوداد عنده فرصة النهاردة في السادق القاهرة إن هو يخطف التأهل ده أو يعود النتيجة اللي فاتت وبطبيعة الحال نحن نعرف قيمة الأهلي ومستوى الأهلي نحن نحترب نحترب التاريخ الأهلي وقوة الأهلي ونادي الأهلي وهو فريق دائما يشارك كل موصل يشارك في أظن بأن الأهلي دائما عنده الأول تبقى البطولة المترية أظن فبهذا طبيعة الحال هو ذا شيء مستحف في كرة القادمة لنعرف كذلك قيمة نادي الوداد الرياضي رغم أن المستوى الذي تهر عليه في المباراة الدهاب لم يرضي الجماهير الودادية لأن الوداد الخمس سنين الآخرة وكذلك من السرق القوية وكان عنده قيمة كبيرة في الشامبينزلي طبيعة الحال نحن نعرف بأن نادي الأهلي طبيعا هو جباهير وعلى الأرضاء كانت تتوصلنا في المباراة الدهاب لأن الجباهير الأهلي كانت تخوفة من المباراة هنا في المدينة الضرب لأنه كانت تقول بأن قريبا إلى الأهلي رجعبنا نتيجة للسعاد وإلى الحارة الانتصار ينتظر بعدها في سر يعني تنظر بأنه ما كانش منتظرين هدفين طبيعة حال هدفين فهي مقبورية صعبة لكن غير مستحيلة تقيمك لفرقة الوداد وأسباب الخسارة أمام النادي الأهلي بهدفين في شوط المباراة الأول إيه هي أهم أسبابه من وجهة نظرك هل بتشوف أنه التشكيل اللي بدأ به جاموندي اللقاء ولا الطريقة طريقة اللعب والطريقة اللي اتخذها جاموندي لمواجهة النادي الأهلي ولا تراجع في مستوى أداء اللعبين يعني تقييمك الشخصي كابتن حسن لمستوى الوداد في المباراة الأولى وهل من الممكن أنه في خلال أسبوع تحدث طفرة في مستوى الوداد وهو بيواجه الأهلي في القاهرة وأكتبت حال لأنه يعرف الجميع بأنه مشكلة الوداد كانت تغييرات خصوصاً من ناحية الدفاعية والتشكيل اللي يضخربها الوداد أمام الأهلي في مباراة الأستهاد يعني لم يكن منتظراً لأنك نعرف بأن جبران ووسط مينان مش قلب دفاع قلب دفاع يعني هذه من بعض التغييرات بأن أكترات على القرير وكذلك مربوض بعد بعض اللاعبين لأنه حتى الآن يعني لم يظهر في هذا المظهر من بينهم الكرتي ينحسوني يعني بعض العناصر لما كانت أداءها يعني كلك تنتظروا من العوامل تأثرت على المباراة الدهار لكن رغم ذلك الهدف الأول تسجل عن خطأ لأنه جبران هذا يعني كتوقع في كرة القادم لأنه هنا لا ألوه جبران لأنه لاعب كبير لكن مؤهل جبران في وسط البيدات لأنه ربك الإتصال هو ربك الإتصال من إتفاع ومن الهجوم بعد ذلك يعني كان طبيعا أن فريق البيدات يعني يخلز على ضربة جزاء لبعض يعني يعني ورغم مستولد هرب البيدات ضيع واحد يعني 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 وجد أمامه فريق أهلي لفريق بدنياً قوي وكذلك تقنياً وطاكتكياً هذه عوامل إذا كنت إنت كابتن حسن مكان ميجيل جاموندي إيه الطريقة اللي ممكن تلاعب بها الأهلي على ملعبه وإنت خسران في أرضك أو على أرضك 2-0 وعن طبيعاً وعن طبيعاً يعني 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 أحسن تشكيلة اللي نعصب الموجودة عندي أنا أظن سيرجع كومارا في الدفاع وجبران سيرجع اللازم يعني يعني المكان المكان هو وسط الميداد هذه التغييرات فهي مهمة بضل فريق الميداد لكن أظن إذا كان نائم الميداد مثل الحساد الكرتي الحسوني يقوم بإمكانهم بإمكانهم بحلق مشاكل للأهلي لأن خاصة الميداد يبحث على التسجيل لكن هذا التسجيل خصوصاً إذا كان في الدقاء الأولى يعني 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 كذلك يتمكن على الأقل يتجل هدفين هدف تعادوا نحن نعرف بأن المهمة ستكون صعبة لكن غير مستحيلة لأنه سي يلعب ضد فريق ضد فريق ضد فريق ضد فريق ضد فريق ضد فريق كما يقولوا بأن أولاد القرن عنده قريباً نتبع كؤوس المهمة ستكون صعبة تمانية كابتا الحاسب ضد فريق وأظن بأن دامون دي عليه شيء من المغامرة دائرات وصول شباك نادي العالم يعني توقعات يا كابتن حسن أن الوداد سيظهر النهاردة بأداء مغاير عن مباراة الزهاب في المغرب التوقعات زي الجمهور عامل زي جمهور الوداد في حالة من التفاؤل ولا خوف أو هو كان هناك في تخوف يعني الآراء يقتل ولكن يعني رغم ذلك يعني كويدانيين وأظن نفس الشكل بسبب الأعلى دائماً عندهم ثيقة في الفريق يعني أتكلم عن نفسي كلاعب صابق وأولاً وكجمور وكمحب لنادي الوداد المتفائل لأن بحكم التجربتي شيء مستقيم في كرة الخدم فلذلك أنا نتظر المباراة لكن المهم من لاعبين الوداد لا يجب أن لاعبين يظهروا بوجه مشرف أحسن من الوجه في مدينة الدرباء ومدينة الدهاب هذه كرة الخدم نرى المستورة لأن اليوم وليس يوم المدرب لأن المدربين عند تجربة تتوقع من الفريقين اللي يصلوا للنهائي للشامفينز ليج الإفريقي توقعات يعني ليس تمنيات توقعات وطرق 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 مجرد تمنيات وتوقعات نتمنىها كذلك مع كامل التقدير والاحترام نحترم نادي الوداد وأنا الحقيقة قلت في المقدمة نادي واحد من أكبر عنديت القرى الأفريقية نتمنى أن نرى مبرامه متاع على أي حال من الفريقين من أكبر الفريقين في أفريقيا وفي المنطقة العربية فرقتين الحقيقة عاملين نجاحات كبيرة جدا والجيل الحالي من جيل وداد له كل التقدير والاحترام قدر يوصل لتنين نهائي في دوري أبطال في خلال فترة بسيطة جدا ويحقق البطولة والسنادي الحقيقة مقدم سيزن ولا أروع ولكن إن شاء الله الغالبة في النهائي لنادي الأهلي نشكرك شكرا جزيلا أحنا من جانبنا يعني كان احترمه نادي نادي كبير ولا نتكلم الآن نتكلم برئيس النادي كابتن محمود خطيب المحمود الخطيب اللاعب الكبير ماشي يعني عدم محمود خطيب هناك اللاعبين في بار مروا في نادي الأهلي عندنا أحترام كبير وتقدير لهذا الذي العريق إحنا كمان كلنا تقدير واحترام لفريق الوداد طبعا مشكرك جدا كابتن حسن ناظر كلام كتير عن مباراة الأهلي والوداد وعن فيكتور جوميز حكم المباراة لكن بعد الفاصل أهلا وسهلا بكل أهلوية مرة تانية خلاص يعني دقائق بقى بتفصلنا عن مطش الأهلي والوداد بواجهة المهمة جدا وخليني يعني جوميز مش مكتوب له معنا النهاردة نتكلم عنه وس هنتكلم أكيد لأنه واحد من أكتر بالمناسبة جوميز من واحد من أكتر الحكام المتميزين فيه مش بس أفريقي على مستوى العالم كله واحد من حكام النخبة فيه الكف وفي الفيف بس خليني قبل ما نروح لجوميز ونحكي لحضراتكم تاريخنا إحنا شخصيا كأهلوية أو كنادي أهلي مع جوميز ومشواره التحكيمي واحد من أكبر الأسماء في عالم التحكيم نقول لكم تشكيل نادي الأهلي متوقع النهاردة إن شاء الله النهاردة إن شاء الله يلعب في حراس المرمى بمحمد الشناوي في الدفاع هيكون محمد هاني ياسر إبراهيم أيمن أشرف وأحمد فتحي خط النص أليو ديانج عمر السلية ووسط الهجوم هيكون حسين الشحات في النص مجدي أفشا على الشمال جونيور أجاي وفي الهجوم هيكون ماروان محسن أما فيما يتعلق بالوديد زي ما قلنا لحضراتكم واللي تابعوا مطش طبعا لحضراتكم شايفينه دلوقتي أتوبيس النادي الأهلي أمام فندق الإقامة إحنا بنتكلم دقائق بسيطة وتتحرك الفرق إن شاء الله بإذن الله في طريقها لأستاذ القاهرة موفقين إن شاء الله وبالنجاح للحرط بالنسبة لتشكيل الوداد الحقيقة يمكن اللي تابعوا المطش زي ما قلت لحضراتكم أعتقد إنه التشكيل اللي ختم به الوداد لقاء الزهاب هو اللي هبتدي به النهاردة الوداد في حرص المرمة هيكون أحمد رضا تيكناوتي الدفاع عبداللطيف نصير وإبراهيم كومارا وبدر كدرين ونجم الدين إبراهيم خط الوسط هيرجع يحي جبران لمكانه الطبيعي وهيكون معاه وليد الكارتي وأيمن الحسوني في الهجوم هيكون على الطرفين بديع أوك وإسماعيل حداد ورأس الحرب هيكون كازادي كاسونجو المتوقع أنه يبدأ مباراة النهاردة نروح لبيتسو موسيماني والحقيقة يعني حذر ببيتسو موسيماني طبعا المدير الفاني الأهلي لعدته من خطورة ضياع فرصة حسم التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ويمكن ده اللي كنا منتكلم فيه وقد إيه الراجل ده متفهم ومدرك أهمية المباراة دي موسيماني توقع في تصريحات أدل بها للموقع الرسمي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صعوبة مباراة النهاردة على الأهلي رغم طبعا فوز النادي الأهلي في مباراة الزهاب هدفين دون رد موسيماني قال الحقيقة وطبعا موسيماني يعني تولى قيادة الفريق بعد روني بايلر قال إحنا مكسبناش أي حاجة لحد دلوقتي مواجهة الوداد على أستاذ القاهرة مش هتكون سهلة وأتوقعها مباراة صعبة للغاية ولازم أننا نكون حذرين جدا وأضاف طبعا أن الوداد قادر على أن هو يسجل هدفين في القاهرة زي ما عملنا ده في الدار البيضاء في المغرب وقال طبعا أنه لازم أننا نواصل القتال حتى نهاية عشان نحسم التأهل لدوري أبطال أفريقيا وهي دي التصريحات يا أحمد اللي مطمنا الجماهير دي الراجل ده مسؤول وفاهم مدى صعوبة مباراة النهار ما بيتهيليش أنه في مدير فني ممكن تحت إيه زرخ مظروف وكات مباراة حسيمة أو غير حسيمة كات على بطولة أو غير بطولة ممكن يوصل للاعيبة وفكرة أنه إحنا داخلين يا رجالة مطش سهل يلا بينا نهزر مش مطش سهل بس في مدير فني بيعرف يتعامل بطريقة أفضل نفسيا عن مدير فني في مدير فني بيعرف يوصل لللاعيبة أنه خلاص وقت الاحتفالات انتهى تماما واللي جاي ده أصعب وعارف يتعامل معهم نفسيا وفنيا يعني يبتفرق من مدير فني من مدير فني لكن طبعا ما حدش يقول اللعيبتو يلا إحنا كسبنا والمطش ده سهل أه بس أنا بقولك أنه مفيش مطش سهل يعني أنت ممكن تبقى نازل مثلا كأول دوري بتلاعب فرقة في أخر الدوري فيجيلك أحساس بأنك أنت أو بتلعب في بطولة كاس مثلا وبالذات الكاس ينطبق علي دايما كمان أكثر من مطشات الدور فتنزل تلعب في الكاس مع فرقة مثلا من دور الدرجة التانية فتلاقي نفسك بتتغلب وبتخرج فعشان كده بقول لحضراتكم دايما لعيبت الكورة ودايما بالذات الأجهزة الفنية ممكن إحساس بسهولة المطش يبقى موجود عند لعيب الكورة لكن عند جهاز فني لا ممكن أبدا مش ممكن جهاز فني كمان يشتغل أو يوصل للعيبته وفرقته معلومة أن المواجهة النهاردة سهلة وإحنا نزلين نكسب بأقل مجهود لا معتقدش في حد ممكن يكون بيفكر بالطريق دي فبالتالي لما بتكون بتلعب واحدة من أكبر فرقة في أفريقيا وبطلة أفريقيا بالفعل وفي مباراة دور قبل نهائي انت مش في مرحلة مجموعات سهل أنك تعود نقطة ولا نقطتين تخسرهم لا انت بتوصل لو كسبت النهاردة رايح توصل أو تلعب جيم فاينال بطولة وبالتالي مباراة صعبة بكل المقاييس وملهاش علاقة تماما بتفوق الأهل في مباراة الشوط الأول خليني أكلم حضراتكم بقى عن جوميز شوية ودايما يعني احنا في المطشاط اللي من النوع ده اسم الحكم بيبقى في غاية الأهمية يعني في حكم يطمنك وفي حكم يوترك جوميز واحد من أكتر الحكام الحقيقة اللي معلهمش يعني بداية هو الراجل ده حكم لنا سبع مطشاط في ست مطشاط حكمهم قبل كده فاز فيهم النادي الأهلي في ثلاثة وخسر ثلاث مطشاط ومفيش أي مباراة تحت إدارة جوميز للنادي الأهلي تعادل فيها أهم المطشاط اللي قدرها جوميز للأهلي كانت أمام القطن الكاميروني ودام النجم السحلي تونسي وكمبالا سيتي وفاق سطيف الجزائري ويمكن تعتبر المباراة الأشهر اللي هي معنا إحنا شخصيا كأهلوية يعني ذكريات حلوة كانت المطش اللي يعمل النادي الأهلي قدام النجم السحلي في نسخة عشرين سبعتاشر لو حضراتكم تتذكروا واحدة من أجمل المباراة اللي قدمها النادي الأهلي أفريقيا وفاز فيها بست أهداف مقابل هدفين كانت تحديدا في مباراة العودة في نص النهائي فيكتور جوميز عنده 38 سنة مولود في جنوب أفريقيا ولكن الوالدين بورتغاليين وحصل على الشرعة الدولية سنة 2011 كان عنده 28 سنة في التوقيت ده هو أساسا بالمناسبة بعيدا عن الكرة يعني رجل أعمال وعنده مصنع كده يعني مصنع بلاستيك ومحطة لمعالجة المياه وظهر لأول مرة في الدوري الجنوب أفريقي من 12 سنة تحديدا في 2008 وتم اختياره كأفضل حكم في جنوب أفريقيا مرتين الأولى كانت موسم 2012 و2013 والتانية كانت من موسمين تحديدا 2017 و2018 وزي ما قلتلكم واحد من أهم وأفضل حكام في قراءة أفريقية وضمن فئة النهبة سواء في الكاف أو في الفيفا وليه مشوار طبعا طويل جدا في التحكيم طبعا جومز يعني أدار 21 مباراة في دوري أبطال أفريقيا و7 في كاس الكامفدرالية ومباراة في كاس السوبر الإفريقي 12 مباراة في تصفيات كاس أمم أفريقيا كمان أدار 3 مباراة في نهائيات كاس أمم أفريقيا وأدار 3 مباراة في تصفيات كاس العالم كمان كمان مباراتين في كاس العالم تحت 17 سنة غير 74 مباراة دولية أشهر خلالها البطاقة الصفرة 200 مرة والحمراء 7 مرات واحتسب 11 دربة جزاء كمان جومز أدار 4 مباراة للأهلي في البطلات الإفريقية والزهور الأول في مباراة الأهلي كان قدام القطن الكاميروني في 2017 وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة آخر مباراة أدارها للأهلي كانت فيتا كلاب الكونجولي في موسم 2018-2019 وتم اختياره ضمن القائمة الأولية للحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كاس العالم 2022 إن شاء الله بشوف أنه جومز واحد من أفضل حكام القارة وكان يستحب كلاحية أنه يحصل على إدارة المباراة الفاينال ولكن إلى حد كبير طبعا وجوده في مباراة العودة شيء يطمن كل جماهير الندي الأهلي بالمناسبة زي ما قلت لحضراتكم أن المواجهات بين الأهلي وبين الوداد برضو نتيجتها بتصب في مصلحاتنا إحنا لعبنا مع بعض 9 مطشط الأهلي فاز 3 وتعدلنا فيه 4 وخسرنا مطشين وفوزنا النهاردة إن شاء الله يرفع رصدنا من يعني عدد مرات الفوز على الوداد بشكل كبير اللي حضراتكم شايفينه ده لقطات على الهواء بس مباشر وحي من داخل فندق إقامة النادي الأهلي محل طبعا المعسكر المغلق اللي أقامته فرقة الأهلي لمدة يومين وده أوتوبيس النادي الأهلي المفترض أنه يتحرك كمان دقيقة بسيطة جدا ويأخذ الفرقة إن شاء الله والجهاز الفني في طريقهم لا أستاذ القاهرة توقعتك أشان بقيت أتفائل لا أسألك أنا مرة بقى توقعتك إيه مصر نهاردة نهاردة نكسب أربعة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله بإذن للمكسب أفرح الأهلي اللي كانوا نجوم في مباراة الزهاب دائما برضو لما يعني بيبقى في مواجهات يعني طبعا كل مدير فني بيعمل محاضرات وبيحط خطة وبيدي واجبات لكل مركز وإمتى تزيد وإمتى ترجع وإزاي الجناح يرجع لكن ده شيء والمواجهات اللي بتحصل بين اللعيبة والمباراة الخاصة بتحصل بين اللعيبة على أرض الملعب شيء تاني أنا عارف كويس جدا أن لعبت الوداد لما لعبت مع لعبت النادي الأهلي وشافت لعيبة ظهرت بشكل يعني مميز جدا يعرفوا إمكانيات اللعيبة أكتر وطبعا محضرين أكتر بكتير من المباراة الزهاب وكان كل فرقة الأهلي كانت نجوم في مباراة الزهاب ما أقدر شأنكل لكن فيه لعيبة كانت بيوند يعني الشناوي كان عالي جدا أفشا قدم واحدة من أفضل مباراة مع النادي الأهلي اللي أتمنى الحقيقة أنه مجدي يستمر على المستوى الذي ظهر به في مطش الوداد محمد هاني كان برضو بيلعب جيم مميز جدا معلول طبعا جيم أكتر من رائع فاني بتهالي فيه لعيبة معانا الوداد هتحاول أنها تحجمهم أو هتحاول أنها تدايقهم أو هتحاول أنها وبرضو ما ننساش أن المواجهة مش بس كورة المواجهة فيها جزء كبير جدا مرتبط بالهدوء النفسي وبالثبات الانفعالي وأرجو أنه لقد في حالة حدوث أي محاولات للاستفزاز أنه لعيبة الأهلي ما تخرجش عن النص الإنذارات والكرود بشكل عام نتفادها على قد ما نقدر إصابة إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة ممتعة الحياة للجماهير وبإذن الله يكون طبعا الفوز جينا ونكون بنحتفل محاضراتكم بكرة إن شاء الله بالتأهل للنهائي بكرة إن شاء الله بإذن الله نوعيتكم بحلقة خاصة جدا وستثنائية في حال تأهل النادي الأهلي لمباراة النهائية الحلم الأكبر الخطوة الأخيرة نحو تحقيق النجمة التسعة الحلم اللي بينتظره جماهير النادي الأهلي في كل مكان إن شاء الله بإذن الله فرقتنا تفرحنا وتفرح جماهيرها في كل مكان النهاردة وإن شاء الله بإذن الله نشوف مباراة ممتعة ورائعة والفوز فيها هيكون برضو للنادي الأهلي إن شاء الله 3-0 إن شاء الله ونشوفكم بكرة